السلام عليكم اللاعب السابق عبود طريح الفراش المستشفى أدعو بالشفى وظافور الأقرب وتعينه من طرف موبيليس وفي حديثنا في هذا الفيديو دكنك ولا ظافور لا تنسوا أننا عندنا 14 اللقاء متبقي يعني ما زال الحال وسنضحي من أجل الفريق حتى تبقى الشبيبة في القسم الأول لايك على الفيديو وابوني في القناة وتعليقاتكم مفيدة يلا نعاون الشبيبة بجهودنا نعاون الشبيبة ولا نتوقف إن شاء الله فيه أخبار تقول لك بل لي ظافور قريب لإدارة شبيبة القابل نحكي شوية لظافور نعطي لوجهة النظرة يعني ظافور بالإكسبرينسة وصال وجال في ما يدين الكرة سواء قاريا أو وطنيا يعني ظافور عنده إكسبرينسة عالية في كرة القدم الحاجة المليحة الآن للحصرية والمحينة يعني ميزاجور يعني عنده ميزاجور أنه قاد يحلل في كل المباراة تقريب في كل مباراة تجده يحلل هذه حاجة بل ليه تجعله قادر على ربما مسك زيمام شبيبة القابائل لأنه دركة تقريب في كل الميادين تلقى زافور يحلل يعرفها تقريب تقريب دار في الجزائر كاملة وشاف اللعبي الجزائر كاملة يعرف البطولة منيه يعني حاجة منيحة يقدر يسي ببساطة أولا عنده حاجة أنه إكسبرينسة في الميادين ويعرفوا لعب قادم لشبيبة القابائل ويعرفها منيح 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 أيضا أنه رهوف الآن في ميادين الكرة القدم حتى وإن كان مهلل بعيد عن التدريب والله التسيير ولكنه يعرف الميادين وإن شاء الله لي فيه الخير يجيبه ربي الحاجة بركلي ما تنقصه أنه عنده إكسبرينسة في التسيير ربما ما عندهش تجارب كبيرة في التسيير ولكن أنا نظن باللي يقدر عليها هذا رأيي المتوضع لكم التعليق عن إمكانية تأيين زافور لإدارة شبيبة القبائل في هذه الفترة 14 نقطة ما زالت خوتي إن شاء الله يا رب العالمين وقفة واحدة وإن شاء الله الشبيبة لو تفوز في سبع مباراة فقط فلن تسقط وعد مني إن شاء الله دلونا لايك على الفيديو أبوني في القناة وقفة واحدة وقفة واحدة 14 ماتش وقفة واحدة والشبيبة إن شاء الله إن شاء الله سيفرح جمهورها في الأخير لأنه بتعود الشبيبة على هذا اللاعب يعني بهذه الكيفية يعني لذلك لم يتقبل الجمهور ذلك يالله مع فيديو جديد سلام خوتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر